عندنا المقارنات بين المدربين في البداية بمرزوق لوران مدرب نادي الريان وشافي مدرب السد لوران بلان أعتقد وضع الأمستة في الفترة الأخيرة مع الفريق مع ضغط المباريات استطاع أن يفوز على قطر في مواجهة قوية شفنا بعض التغييرات شكل الفريق ولكن أنا أعتقد قدم تطور بالفريق في الجانب خاصة في الجانب التحول الهجومي في الجانب الشافي أيضا تميز قلت لك هو خذ ريسك احترم الدحيل حصل تغيير في الرسم التكتيكي وأيضا الأسلوب الذي بدأ فيه المباراة كان هو صاحب المبادرة كان ممكن يسجل فيه أول دقيقة في المباراة في رد حمد وعد فبالتالي تحسب له أمتلك ردة فعل أحداث حصلت في أول ربع ساعة تجاوزها واستطاع فرض أسلوبه في المباراة والسيطرة وأنهاء المباراة لمصلحتها فأنا أروح يا شافي ويا شافي بخالد طبعا أعتقد شافي هو الأبرز في هذه الجولة باب عبدالله شافي شافي مرزوق يونغ لاعب نادي السد ولا شجاعي لاعب نادي الريان للأمانة الأثنين متميزين في آخر جولتين وكانوا متواجدين في أفضل في التشكيلة وأيضا في أفضل مدارم ولكن على معطيات المبارتين أنا أروح يا يونغ لأن كان أداء متميز الجانب الدفاعي في استخلاص الكرات وبناء الأجمعات قراءة اللعب في أحيان كثيرة خاصة في بداية المباراة كان لها دور مؤثر نعم أروح يا يونغ مع يونغ بخالد شجاعي ويونغ أعتقد أن شجاعي كان لها دور كبير في هذه المباراة حتى شفنا احنا بغض النظر عن هدف اللي سجله حتى في الشط الثاني بعد ما شاف المدرب أن هناك في مشكلة في دفاع الريان خاصة في الكرات اللي تلعب من وراء دامي تراوري فغير تغيير نزل خالد مفتاح والسحب دامي تراوري ولعب شجاعي في غلب الدفاع مع مركادو فأعتقد شجاعي في هذه المباراة قدم الكثير في أن واحد دفاعي ناد ريان كان متميز بشكل كبير فأنا أروح مع شجاعي أنا أروح مع يونغ ويمكن أتفغ مع أبو خالد شجاعي كان يمكن بداية الشوت حتى يملعب ظهير ما كان مركز الأصلي وكان حتى كان اللعب من جهته بس يوم رجع في غلب الدفاع الريان صار أفضل حتى هو صار أأمن لهم كهو مركز اللي عرفنا قدم مباراة كبيرة شجاعي سأروح مع يونغ بسبب خاصة مواجهة تحيل في صنع حتى الهجمات من وراء يونغ فرق حتى في غياب خوخي يونغ خذ المسئولية وفي دفاع السد في المبارتين نعم نروح للعبين الوسط كازورلا ونذير بالحاج يا عبد الله والله الاثنين قدموا مبارا بس إذا بتروح حق الأقرب أروح حق كازورلا وخاصة كازورلا قاعد يقدم مستويات في هاي السن هو نذير نفس التقريبا تقريبا لا أنا أقصد لك حتى المباريات يعني كازورلا في مستوى ثابت يمكن نذير في هالجولة كان من أفضل لعبة في خط الوسط بس نروح مع كازورلا لأنه هو اللي ثابت مستوى ومعظم حتى الناس يحطون تشكيلة الأسبوع لازم يكون كازورلا موجود فيها وحتى لو مش موجود فيها يعني يكون الاختيار صعب أن تطلع من التشكيلة فأروح مع كازورلا خالد أتفق مع أبو عبد الله هل يحسب لنذير يبو خالد العطاء هذا اللي قاعد يقدم اليوم في هذا السن طبعا كم عمره هو الحين 38 38 حاصلت أن يلعب في مركز في وسط الملعب يعني مجهود كبير يبدأ لنذير أعتقد نذير في الموسم الحالي إلى الآن يمكن المباراة الأخيرة كان هو أفضل مبارياته ما شفنا نذير اللي كنا نشوفه العام الماضي نذير من اللاعبين دائما هم يعطي روح للفريق دائما متحصله متواجد ويركض في كل أرجاء الملعب ويقدم الإضافة في الناحية الهجومية ويساند في الناحية الدفاعية ولكن أعتقد ممكن خلنا نقول ممكن التكتيك اللي يلعب فيه كابتن سامي يعني في الموسم هذا خاصة وجود ثلاث مهاجمين يحيد من التقدم اللي كنا نشوفه وصابت أبو خالد بعده هو تعوى رغاب مبارتين تقريبا يمكن هايأثر عليه شوي سمرزوق طبعا مع كازورلا مع كازورلا المهاجمين أبو عبد الله بغداد وفتفة أروح مع بغداد بغداد جولتين رجع بغداد اللي نعرفه حتى في تسجيل الأهداف حتى في تحركها في صنعها حتى في فتح المساحات حق زملاء اللي جايين من الخلف بغداد رجع بغداد ويفتقدم مباراة كبيرة يعني يمكن مو بس الهدفين اللي يسجلها يمكن هو كان حتى بداية الموسم كان هو الوحيد اللي في الخور يمكن اللي مستوى ثابت وها المباراة يعني يمكن حمل الخور حتى في مو سبس الهدفين وكنتانا ماسك المباراة حتى في تضييع الوقت عقه بالهجمات المرتدة عرف شون يتعامل مع فريق الأهلي كان هو يلعب ضد فريق الأهلي نعم بس أروح مع بغداد بسبب المواجهة المواجهة الغوية مع دحيل وهذا الهاترك اللي مسجل صراحة يستاهل يعني سجل هو كذا هاترك في الموسم الماضي والموسم الحالي وموسم لقبلك كثير ببو خالد بغداد بغداد أعتقد في نقطة مهمة بغداد من اللاعبين اللي مهما كانت المباراة سهلة مباراة صعبة مباراة نتيجتها 4-0-5-0 مهما كانت النتيجة بغداد تحصل دايما متحفز دايما يسجل دايما يسجل وجدي بشكل كبير وحتى عند تسجيل الهدف تشوف عنده شغلة مش طبيعية يعني فرحتها بالهدف فأعتقد بغداد من المهاجمين اللي أنا في وجهة نظري الشخصية والمهاجم الأبرز عندنا في دورينا من ثلاث سنوات بخالد شوفها الكورة يعني ساعات يمكن لو إحنا مهاجمين ولا شي ساعات يوقف خلاص الكورة تشوف قاتل عليها الأولى والثانية فهي الرقبة بمرزوق بغداد ولا فتفة ولكن السؤال قبل أول شي تقول لي من بغداد ولا فتفة لا طبعا بغداد بغداد